من رسلاته الجميلة الجيدة وتقرأ أيضاً في مجلس ثمارات النظر من علم الأثر رسالة بسيطة موجودة على الصفحة العنكبوتية يعني متاحة يمكن لأي أحد أن ينزلها مجانياً اسمها ثمارات النظر فزواء مئة صفحة يتكلم فيها ثم يتكلم عن معاوية وعن خلاصة رأيه في معاوية أيضاً نريد أن نقرأ ماذا قال الأمير الصنعاني في ثمارات النظر رحمة الله عليه في علم الأثر قال بعد أيضاً أن عرف بالصحابة وجليل موقعهم وعظيم خطرهم نعم وما ينبغي لهم قال إلا أن تفسير الصحابي بمن لقيه صلى الله عليه وسلم تقول لي الصحابة هو الذي لقي النبي أو رآه ولو حتى الساعة أو سويعة من النهار أو من الليل مؤمناً به وما تعالى ذلك أو بمن رآه وتنزيل إلا أن يعني كذا وتنزيل تلك الممادح عليه بعده يأباه الإنصاف تعرف للصحابة إذا هيك وبعدين يأتي بكل الآيات والأحديث وتقول لهذا التنزيل عليه لأنه وراء النبي قال هذا أنا أراه إيه يعني حيدة عن طريق الإنصاف ولا يقال وهذا كلام جيد لرعية الملك أصحاب الملك الرعية في رعية النبي النبي لو افترضناه ملكاً وحشاه وأعظم كل ملك الدنيا تصور هو سيد المرسلين لو افترضناه ملكاً هؤلاء رعية مدول أصحابه رعيته مئة وعشرة آلاف توفي عنه هذه رعية الرسول أتباعه أذون ليس أصحابه أصحابه من لهم لون اختصاص به هذا هذا الصحبة كما عرفناها لا نعيد ما قلنا هذا كان هذا بالتفصيل بفضل الله وَلَا يُقَال لَرَعِيَّةِ الْمَلِكَ أَصْحَبَ الْمَلِكَ وَإِنْ رَعُوهُ وَرَآهُمْ وَلَقُوهُ وَلَقِيَهُمْ بل أصحابه من لهم به اختصاص وهم طبقات في ذلك متفاوتة نعم هذا اللفظ الذي هو لفظ الصاحب يعني الصحابي أو الصاحب فيه توسع في اللغة وذكرتها ذن حضرتي كثير يطلق على من لابس أي شيء ولو من الجمادات يا صاحب أي السجن أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الرس وثمود أصحاب السفينة وعلى من ليس على ملة من أضيف إليه قاله صاحبه وهو يحاوره إلى أن قال وإذا تقرر هذا شوف كلام العلماء الأمام فهو وإن صح على الإطلاق على من لقهه صلى ولو لحظة يعني لغويا من ليل أو نهار إلا أن الممادح القرآنية والأحاديث النبوية والصفات الشريفة العالية التي كانت هي الدليل على عدالتهم وعلو منزلتهم ورفعة مكانهم تخص الذين صحبوه صحبة محققة ولازموه ملازمة ظاهرة الذين قال الله تعالى فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار فهذه الصفات إما كاشفة أو مقيدة الصفة إما أن تكون كاشفة وإما أن تكون مقيدة إيه معنى إيه صفة كاشفة وإيش معنى صفة إيه مقيدة لما نقول صفة مقيدة صفة المقيدة هي التي تميز بين الموصوف وبين غيره ممن ليس من حقه أن يدخل إيه في حيز الموصوف هذه صفة مقيدة الصفة الكاشفة أيها الإخوة هي التي لو لم تذكرها فهي معروفة أنها من حق الموصوف ذكرتها أم لم تذكرها كقوله مثلاً صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة اختلفوا فيه هل قوله عليه السلام المفارق للجماعة صفة مقيدة أو صفة كاشفة والأرجح أنها صفة كاشفة لماذا؟ في ذلكم يعني بحسب الاجتماع السياسي أو الاجتماع الديني في زمان رسول الله واضح ما في كان مجتمعات زي اليوم مجتمع المواطنة يقول لك ما في مجتمع مواطنة ووطن يحول جميع المسلم واليهود والمشرك ما في زهيكة كان الاجتماع السياسي على أسئة ديني واضح؟ فأنت تكون مسلم تكون مع معسكر حتى لو كنت منافقاً مسلم في الظاهر تكون مشركاً تلتح بمين؟ بالمشركين مباشرتاً فتفارق الجماعة فهمتوا؟ فهذه صفة كاشفة بمعنى أن كل من ترك دينه فارق الجماعة ليس هناك من يترك دينه ويبقى في الجماعة فتكون الصفة مقيدة يعني هناك من يترك الدين ويبقى وهناك من يترك ويلتحق بالكفر فتكون مقيدة ليست مقيدة بل هي صفة كاشفة وهذا هو الأرجاح ووضح لكم الفرق بين المقيدة والكاشفة هذا كلام العلم أنا بعرف طبعاً في الناس حتى أنا ما يسمعوا هذه الحقات والله في حياته لا سمع لا بكاشفة ولا بمقيدة وبطلعوا برد عينوا على أمثال وبفكر حلو فهمانه ما عرفوش حاجة أمي مش فهمين شيء